ترجمة نانسي قنقر قبل الاحتلال التركي والفصائل التابعة له تأتي في مرحلة حساسة جدا من عمر الأزمة السورية بعد قرب القضاء على آخر فلول الإرهاب وجاء في نص البيان رغم حالة الهدوء والاستقرار التي تسعى قوات سوريا الديمقراطية لتطبيقها على الحدود المشتركة مع دول الجوار وخاصة تركيا إلا أن الأخيرة ما زالت تواصل انتهاكاتها المتكررة ضد سكان المناطق المتاخمة للحدود وبشكل يوميا تقريبا وذلك بهدف زرع الخوف والرعب بين الأهالي ومنعهم من العمل في أراضيهم وآخرها حادثة إطلاق النار على مواطن في تل أبيض حيث أصيب المواطن المستهدف بجروح وتم نقله إلى المشفى ودعت قسد المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية أن يقفوا عند مسؤولياتهم القانونية والحقوقية تجاه انتهاكات الاحتلال التركي على مناطق ومواطني شمال سوريا ويضع حداً لاستفزازاتها التي تعتبر حسب القانون الدولي انتهاكاً لسيادة الدولة السورية وخرقاً لكل الاتفاقات الدولية لحفظ أمن حدود دول الجوار وسلامتها مشيرة أن كافة الجهود مصبة الآن في إنهاء العنف والتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا واختتم نص البيان بأن الجميع على يقين أن التصرفات التركية تقوض وتضعف هذه الجهود وتعيدها إلى المربع العنفي الأول ترجمة نانسي قنقر